نرى الفرغ الذي كان عنده المرة نرى نرى اليوم ما اقدم له هذا هو الفرغ اليوم ما اقدم له الدواء وقدم له الاكل الطبيعي ونرى ماذا يحدث اقدم له الدواء هذا هو الفرغ كما تلاحظون اصبح يطلب الاكل بشكل طبيعي وهذا طبعا بسبب دواء الطولان وعالج الحالة يشوف اهلا لا تتقيق كل ما لا تتقيق الفرغ لا تتقيق كما لاحظ انه يطلب الاكل بشكل طبيعي بشكل طبيعي بشكل طبيعي بشكل طبيعي كما لاحظ كما لاحظ أضع الملأقة حتى لا أستعملها للطير الأخرى الآن أضع الفراغ أخرى أهم شيء كما تلاحظون الفراغ المريض لم تتقيأ بأي شكل من الأشكال وشكرا